في ملفنا الخاص الليلة سنعرض مادة مصورة وشهادات حية لعشرات ممن واجهوا الموت والتعذيب تحت حكم داعش في منبج سجون التنظيم ومعتقلاته كانت تتوزع على مختلف أحياء المدينة إلى وقت قريب كثيرون ممن دخلوها لم يعودوا أبدا إلى أهالهم لكن من السكان من حالفه الحظ في النجاء ليروي اليوم معناه ويكشف عن جانب من وجه داعش المريع شهادات لا تفاجع أحدا مدام الأمر يتعلق بداعش دخول سجون داعش في منبج قد يكون مخيفا اليوم أكثر جهل ما كان يدور داخلها لربما أفضل من معرفته فتحت أبواب الزنزانات وخرج من بقي فيها أحياء أو أموتا وكشف ما كانوا يتعرضون له من تعذيب من الأربعين يدون من يطالعوا يطالعوا على الغصاص وقلوا له تعال انت جاك فراج براعة فورا يطالعوا يطمشوا ما يلاقوا له رأسه طار هنا من الأربعين يوم وفوق اللي عدا شايف عليه كيف يعني ما عليه شيء هذا يجيبوا يعزبوا يخلوا ستة شهر يأخذونه يسألوا دورة مغلقة يقولوا له انت كافر انت سويت كذا انت دغنق قصيرا انت ما تشبهت بالرسول انت في فراج كيف هاي الزنزالات يعني قدامك هنا في سجن من بجل مركزي احتجزت تنظيم الآلاف في ظروف مزرية السجن يحتوي مئات الزنزانات التي شهدت تعذيب معتقلين ليسوا بالضرورة من حلب فقد استقبلت هذه الحجرات معتقلين من مناطق وحتى محافظات اخرى تفاديا لأي هجوم محتمل من قبل عائلات المعتقلين ودويهم الذين كانوا يمنعون من السيارة يروي هذا الشخص لنا ما كان يدور في هذه الزنزانات فشقيقه اعتقل وعذب فيها قبل ان يختفي مع عناصر التنظيم اي واحد يجيبوا يحطوا به المنفردات هاي تفرج انت شلون فيه منفردات صغيرة متر متر باقل من متر يعني حصرا على البارك يعني طلحين اخرى هاي هاي مغبولة يعني فيه اصغر منها يجيبوا وعذبوا هالناس بدك تحكي بدك تحكي شي عملت وشي ما عملت وبدك تحكي يعني ويفرجان النقطة هاي كان مزجون فيها شوف الزنزان هاي كان مزجون فيها 50-60 واحد وتعزيب لو اجيت اراجحهم ست شهر اخذوا ما نعرف ليش شقيقه ككثير من معتقاليد عشف منبج لم يكن من المحظوظين الذين تركهم التنظيم خلفه عندما غادر المدينة مصادر سكاي نيوز عربية اكدت ان التنظيم نقل العديد من المعتقالين الى مدينتي مسكنة والباب جنوب شرقي حلب بعد ان تعرضت مدينة منبج لضربات التحالف وهجمات فصائل المعارضة فقد دمر قسم كبير من السجون قتل العشرات من المعتقالين وفر اخرون واخذ داعش ما تبقى منهم غير بعيد عن السجن المركزي الفندق الرئيسي للمدينة او هكذا كان قبل ان يحوله داعش الى سجن مؤقت لا يقل سوءا عن السجن المركزي هنا يتم توقيف المعتقالين وتعذيبهم لأيام قبل ان يتم نقلهم الى السجن المركزي او اعدامهم اما هذا فهو المركز الاعلامي للمدينة حفظ داعش على جزء كبير من معالمه ووظائفه لكن لاغراض مختلفة فقد كان مركزا لإيقاف الناشطين والاعلاميين المناهضين للتنظيم ممن وثق انتهاكاته لكن التنظيم حوله لمركز يوثق فيه اعترافاتهم والاعدامات التي كانت تنفذ في حقهم لم يظهر من هذا التوثيق حتى الان شيء سوى اثار من ملابسهم وخربشات امل بناجاتهم معنا من لندن الخبير في شؤون الجماعات الارهابية كميل الطويل اهلا بك كميل في سكاي نيوز عربية غرفة الاخبار يعني موضوع التعذيب لا نفاجأ بتصرفات داعش لكن التعذيب في كل مكان تحل به داعش هذه السجون القتل بهذا الشكل هل هو نوع من انواع فرض السيطرة الذي تمارسه الجماعات الارهابية عادة يعني كان واضحا ان تنظيم داعش فرض سطوته على العديد من المدن السورية من خلال البطش كانت سياسة التعذيب والقتل وقطع الرؤوس هي السياسة الاساسية التي استخدمها هذا التنظيم في اخافة معارضه اي شخص يمكن ان يقول اي كلمة تعارض التنظيم او تشكل تشكيك بما يدعو اليه هذا التنظيم كان داعش يرد عليه ببطش مخيف وبالفعل نجح هذا التنظيم الى حد كبير في فرض سطوته على المناطق السورية من خلال اخافة هؤلاء المعارضين من خلال جلب اي شخص يقول كلمة معارضة للتنظيم الى ساحة عامة وحيث يتم قطع رأس هذا الشخص المعارض وقد شكل هذا الامر نجاحا لا يستهام به لتنظيم داعش من خلال فرض سطوته على المناطق السورية هذا بالنسبة على الارض عناصر التنظيم انفسهم الا يتأثرون من هذا الموضوع هناك اساليب يتفننون في موضوع التعذيب الا يرهب هذا بعض العناصر التي انضمت الى داعش في الداخل ويشاهدون بانهم هم انفسهم ممكن ان يتعرضوا لما يحدث مع غيرهم الم يؤثر عليهم نفسيا برأيك يعني اعتقد ان هناك شريحة من الذين التحقوا بالتنظيم سواء كانوا من الاجانب او من السوريين مقتنعون بان هذه الاساليب تجوز شرعا لكنني متأكد ايضا ان كثيرين من الذين تطوعوا من الدول الغربية للذهاب للعيش فيما اعتبروه كنف الدولة الخلافة في سوريا والعراق فوجئوا بهذا الكم من البطش الذي يمارسه التنظيم واعتقد ان كثيرين اصيبوا باحباط او اعادوا التفكير في جدوى انتقالهم للعيش تحت كنف داعش في سوريا والعراق اذا هناك الامر ازدواجية هناك من يعتقد بالفعل ان هذا البطش يساعد في تقوية التنظيم ويثبت اركانه في سوريا والعراق ولكن هناك اخرون من الذين ذهبوا للعيش في سوريا والعراق اعتقد جازما انهم اصيبوا باحباط من ممارسات التنظيم سنتحدث اكثر عن هؤلاء الذين انضموا الى داعش رغم كل هذه الوحشية وهذه الصور نستمع فقط الى شهادة قصيرة او عدة شهادات قصيرة لمن دخلوا هذه السجون من قطعت ايدي قال شو انت سارغ متور لشان نعطبك لشان ما تسحب علينا السلاح انت كنت اولي جيش هر تكوني الدواعش وعذبوني التعذيب شديد على مرحلة تسعين يوم ما اشوف لا الشمس ولا الهواء ممنوع ترفع راسك وجه واحد منهم ضرب تعذيب حتى الموت غصاص يخصون عالم جدامنا مجرمين اكثر من يشد ما بيتعليق على حديث ضرب لما يتكسر اظامك يرجع يعلغك وانت واقف تاكل على الواقف بدك تقول غصبا عنك انت عميل لسوريا ديمقراطية استمعنا لهذه الشهادات كميل طيب في هذه الجماعات الارهابية هل هناك من هو مسؤول عن التفنن في التعذيب عن هذه الامور ليس لديهم امور اخرى يلتفتون اليها سوى ان يعني يقتلوا الناس ويعذبوهم باشكال يتفننون فيها يعني بالطبع لدى داعش جهاز كامل يتفنن في طريقة القتل وفي قطع الرؤوس وفي طريقة انتزاع الاعترافات من المعتقلين يعني هناك جهاز معروف يسمى الجهاز الامني او الامنيين وهو بمثابة مخابرات داعش لكن للأسف يعني بماذا يختلف داعش عن الحكومات التي يفترض ان السوريين او العراقيين او اي شعب اخر قام ضد هذا النظام يعني في سوريا اذا كان النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي ضد المعارضين كما يعني يفترض على نطاق واسع فان تنظيم داعش استخدم نفس السلاح الكيماوي في ضرب العديد من المناطق السورية الخاضعة ايضا لسيطرة الفصائل المعارضة اذا لا يعني هناك بالفعل تفاصل داخل تنظيم داعش عن الذين جاءوا من اوروبا لانه شهدنا مثلا يعني من انتموا الى داعش ذهبوا الى داعش كما ذكرت وكانوا يظهرون على التلفزيونات ويقومون بهذه الاعمال وهناك من يقول بانهم استعانوا بخبرات يعني جاءت من اوروبا ومن الغرب ليس فقط في الاعلام والتكنولوجيا ولكن ايضا في وسائل التعذيب والامن هل استفادوا فعلا من هكذا خبرات برأيك يعني كان واضحا من خلال اصدارات داعش على مدى السنتين الماضيتين انه يعتمد في جزء كبير من عمليات القتل والتعذيب التي يقوم بها على الاجانب الذين انضموا الى تنظيم داعش هناك اصدارات عديدة توضح ان هناك بريطانيين فرنسيين بلجيكيين انضموا الى تنظيم داعش وهؤلاء هم تحديدا الذين اوكلت اليهم مهمة التعذيب وقطع الرؤوس نحن نعرف ان الذي قطع رؤوس الرهائن البريطانيين والامريكيين في سوريا كان يقيم على الاراضي البريطانية اذا هناك شريحة معينة داخل تنظيم داعش ممن جاءت من دول الغرب وقد اوكل الى هؤلاء تحديدا مهمات التعذيب وقطع الرؤوس ولكن هناك ايضا من الذين جاءوا من دول الغرب انضموا الى خلايا كلفت العودة الى الدول الغربية وتنفيذ هجمات على الدول التي جاءوا منها يعني الامر يتسع جدا بالنسبة اذا تكلمنا على الجانب الذين التحقوا بالنظيم داعش هناك مهمات كثيرة اوكلت اليهم شكرا جزيلا لك الخبير في شؤون الجماعات الارهابية كميل الطويل حدثنا من لندن اشتركوا في القناة